ما هو الاسبرين؟ تصنيف دواء عامل مضاد للصفحيات ونفية الأمراض العصبية والعالة دوائية مضاد الالتهاب غير ستروتيدي هو عقار خفض الحمى والعلم والالتهاب وينتمي إلى مضادات الالتهابات غير ستروتيديا حيث يقلل الاسبرين تجطلات الدم ويمنع الاسبرين نشاط انزيميكويكس الذي يؤدي دوره إلى تكوين بروستو تغلين الذي يلعب دور مهم فيه الالتهابات والألم استخدامات الاسبرين تخفيف العلم وخافض الحرارة وإحشاء عضلة القلب في حالة السكتة والالتهاب المفصلي الروميتيدي والحمى الرئوية والفصال العظمي وبعض الاستخدامات الأخرى اعراض الاسبرين ألم في المعدمة حرقة ونعاس وصداع وخروج دم مع سهال أو قي إضافة إلى قطيان وتقيه شديد وبعض الأشكالات الأخرى يفيد استخدام هذا العلاج يأخذ الدواء مع الطعام وبعد الطعام ولكن في حالة الإحشاء عضلة القلب الحادة يجب على المريض مضقد الدواء في الفن ويسبب ذلك بمرض المتلازمة الرأي في الأطفال لأصغر من 16 سنة مدة فعالية العلاج من 4 إلى 6 ساعات والفعالية لمدة ساعة كاملة وتفاصيل العلاج هنا مع الأسماء التجارية الأخرى أشوفكم على خير إلى اللقاء